هانا معايا زملائي هنضم إلينا من محافظة الأليوبية زميلي إبراهيم عزة ومن محافظة القاهرة زميلتي شيرين مجدي ومن القاهرة أيضا معايا زميلة جاكلين ماهر خليني في البداية أبدأ مع زميلي إبراهيم عزة من الأليوبية صباح الخير عليك يا إبراهيم ونهارك سعيد صباح الفل عليك يا أسماء وبصبح عليك بالتأكيد وبصبح على كل المشاهدين أهلا بك يا إبراهيم ونتمنى أن معايا كده وأمام كل السيدة المشاهدين تنقل لنا الأجواء عندك من أمام أنت دلوقتي أمام أحد اللجان اللي بتستعد أو بدأت بالفعل لاستقبال طلاب السروية العامة اللي هيقدم تحان اللغة العربية النهاردة ياريت يا إبراهيم تنقل لنا صورة عامة يحدث حواليك دخول الطلبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وهل أنت شايف الطلبة فعلا دخليه لابسين الكمامة ملتزمين بالتباعد الاجتماعي ولا لا صحيح صحيح أنا بكلمك يا أسماء دلوقتي على الهواء مباشرة وكاميرا هذا الصباح من داخل إحدى لجان مدرسة الشيماء تحديدا هنا في مدينة بنها بمحافظة القليوبية على الهواء مباشرة وكاميرا إكترا نيوز سنستطلع معكم مشاهدين الكرام الأجواء هنا ولحظة دخول الطلبة ربما تنقل لنا الكاميرا هذه هي الخطوة الأولى التي يعني يخضع إليها أطالة التنوية العامة بيتم الكشف على يعني بعض من المعادن أو الجهاز الموبايل كمان اللي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ممنوع منعا بدا بالطبع ولو دخل بأي صورة غير رسمية أو بأي صورة ما يتم إلغاء الامتحان وحرمان الطالب لمدة عامين الآن أسماء ما رأيك أن نخوض معكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة الخطوات أيضا التي يخضع إليها الطالب قبل دخوله هذه هي بوابة التعقيم وكما تتابعي يخضع الطالب للتعقيم عن طريق هذه البوابة وبعد ذلك يقوم باستلام الكمامة واستلام الجل المطهر وأيضا يقوم بقياس درجة الحرارة على الهواء مباشرة أيضا ننقل لكم مشاهدين الكرام كما تتابعون في هذه اللقطات الطلبة يمكن كنت بتسأليني عن الكمامة يعني الحقيقة اللي لاحظتهم منذ أن أتينا ووصلنا لمحافظة القليوبية صحيح الكمامات موجودة وبنشوفها على الهواء مباشرة بنشوف كمان قياس درجة الحرارة للطالبات ياريت يابراهيم أستأذنك بس نسلط الضوء على الأدوات اللي بيستلمها الطلاب وهي الأدوات اللي بتتعلق بالتعقيم أو التطهير أنا شايفة يمكن فيه أوفر شوز أو ماسك ياريت وضح لنا بالضبط الطالب بيستلم إيه وقت دخوله لجنة في البداية ده جل معاقم بيستخدم لمرة واحدة أسماء بيتم توزيعه بالمجان بالطبع كل هذه الأدوات أيضا بنتحدث عن الجوانتي الخاص كل طالبة وكل طالب بيستلم زي ما بنشوف على الهواء مباشرة جوانتي وأيضا بنتكلم عن الكمامات المتاحة وإن كان الطلبة واللي رصدناه منذ أن أتينا إلى هنا فيه يعني وعي من حيث الارتداء الإجراءات من قبل ما يدخلوا المدرسة يعني منذ أن يعني في طريقهم للمدرسة كانوا مرتديين الكمامة ولكن مع ذلك يتم أيضا توزيع كل هذه الأدوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الصحة التي نسقت مع وزارة التربية والتعليم بإتاحة غرفة خاصة لقياس درجات الحرارة وأيضا عربات إسعاف متواجدة في المدارس كنا نتحدث قبل قليل على الهواء ونتابع ونرصد الخطوات التي يمر بها الطالب منذ أن يصل للمدرسة ويستلم الإجراءات الوقائية والاحترازية دلوقتي خلينا أسماء نتكلم عن شكل اللجنة من جوه شكلها بيبقى يعني عامل إيه ربما اللجنة لسه مزالت بتستقبل الطلاب بحلول الثامنة صباحا وحتى التاسعة صباحا سيستمر دخول وتفتيش الطلاب في المدارس على أن يمنع دخول الطلاب بعد هذا الموعد وإن كان هناك ربما إحنا لسه في أول يوم كنا بنتكلم مع أحد المسؤولين هنا بالتأكيد سيتم السماح ربما للبعض لو الوقت اتأخر بعض الشيء عن المعادة المقرر أخيرا أختم معك ممكن ممكن سيد إذا يعني نقلنا مع حضرتكم هي صورة لسه الطلبة مدخلوش ولكن خلينا على الهواء نعرف المسافات المتبعدة أسماء ما بين الطلبة في يعني اللجنة هذه هي صورة من إحدى اللجان على الهواء مباشرة في مدرسة الشيماء خلينا نثبت الكاميرا هنا إذا سمحتم لي هذا المقعد على سبيل المثال ستتواجد وستجلس هنا إحدى الطالبات وموضح كما نعلم وكما نرى لجنة الشيماء بنات رقم 707 واحنا بنتكلم عن 12 مئة واثناشر لجنة على مستوى محافظة القليوبية وموضح اسم الطالبة وأيضا رقم جلوس الطالبة طيب الطالبة اللي بيكون قبلها والطالبة اللي بيكون بعدها احنا بنتكلم على مسافة ربما متر أو أكتر يا أسماء يعني خلينا نركز على أكتر من مقعد شايفين إحدى يعني الطالبات ستكون هنا والطالبة التي أمامها ستكون هنا يعني احنا بنتكلم تقريبا عن متر وبضعة السنتيمترا إذن يابراهيم أنه جميع اللجان يعني جميع اللجان زي ما أنت بترصد لنا بالضبط هي التزمت بإجراءات التباعد الاجتماعي ليس فقط استخدام المطهرات أو مواد التعقيم ولكن يعني أنا بشكرك جدا يا إبراهيم على الصورة اللي أنت بتنقلهلنا من داخل اللجان عشان كمان أولياء الأمور الحقيقة يكونوا معايا ومعاك يا إبراهيم دلوقتي بيشوفوا أنه أولادهم لما يدخلوا اللجنة وهم داخلين المدرسة في تعقيم بوابات تعقيم كمان اللي أنت أشرت لها في البداية وأيضا أنه ما فيش تقارب جوة اللجنة أو مسافات ما بين الطالبة وبعضها البعض أنا طبعا بشكرك جدا يا إبراهيم وخليك معايا وبكل تأكيد هنرجع لك مرة أخرى